هي أنه صور القرآن الكريم فيها فضل عظيم فضل في قراءتها وقراءة حروفها ويعني التقرب بها ربنا سبحانه وتعالى وفضل في معانيها وتفسيرها وفضل عبارة عن سر احنا مش عارفينه يعني ومش فاهمينه يعني الصورة على بعضها يقولك فيه صورة للرزق فيه صورة لقضاء الحوائج فيه صورة للراحة النفسية يعني الصورة تبقى على بعضها هي عبارة عن فضل في قراءتها وليها كرامات وليها أسرار أنا زمان وأنا صغيرة مكنتش باستوعب الكلام ده لكن لما جبرت وأسمع من هنا وأسمع من هنا وأسمع قصة ده وأسمع قصة دي تقول ليه ده أنا ارتحت ليه ده أنا كنت مكروبة ليه ده أنا كان عندي مشكلة عويسة ولما قريت الصورة الفلانية تحلت بدأت يعني إيه أحس أنه يعني دي أسرار إحنا ممكن ما نقدرش نوصل لها أو ما نعرفهاش بس هي موجودة النهار ده إحنا عايزين نعرف فضل صورة الرحمن صورة الرحمن يقال إن اسمها عروس القرآن الكريم هي بالفعل يعني بآياتها والسجع اللي موجود فيها وتكرار فبأي آلاء ربكم هتكذبان وتكرار وآياتها الصغيرة أو القصيرة اللي هي فيها جماليات كده تحس أنه هي عروس القرآن الكريم لكن بالتأكيد لها فضل عظيم هنسأل فيه فضلة الشيخ أشرف الفيل اللي منورنا زي حضرتك فضلة الشيخ الأول عايزة أسأل حضرتك هل صور القرآن الكريم لها كرمات أو لها فضل بعيدا عن معاني الآيات وتفسير الآيات نعم الحمد لله وصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد الحقيقة القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى ففي كل حرف فيه وفي كل آية فيه كرامة من الكرامات الكثيرة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أطلق هذا القرآن وهذا الكلام للناس جميعا يستفيدون منه على مر الحياة وعلى مر تاريخهم فبالفعل هذا الأمر كائن ولو تمسكنا بأي صورة من صور القرآن الكريم وجينا في مقدمة الصورة حنجد أن مقدمة الصورة ديك بينباني عليها كل أمور الصورة كل كلام الصورة كل آيات الصورة بتكلم في الكلام ده مقدمة أي صورة؟ أي صورة احنا مكلمت على قرآن كإجمالا فمثلا في هود قال في الأمراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أحكمت ثم فصلت كل آية في هود هتلاقي أولها إحكام وبعدها تفصيل إحكام يعني اختصار اختصار وبعد كده يفصل وبعدين يفصل إذا كان معنا الإحكام الاقتصار الله أو أن الآية تيجي تفصل وتفسر في قضية كبيرة من الكبير كل آية لوحدها منفردة وكل مجموعة آيات مع بعضها تعطي معنى آخر مختلف يعني تديك معنى تاني ثم بعد ذلك الصورة مجملة من أولها إلى آخرها تعطي هذا المعنى الإجمالي الإحكام ثم التفصيل مثلا هذه مثلا سورة دي سورة هود مثال تاني في سورة الرحمن ما قال لي معنا الصورة بتتكلم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هي عروس القرآن والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال بعض العلماء حديث لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميها بغير اسمها فاسمها صورة الرحمن فليس هناك شيء سمت اسم أعلى من اسم الرحمن سبحانه وتعالى إنما النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصورة وصفا فالوصف يختلف عن الاسم لما قول أشرف قصير لو اتخذ عني أن أنا أصير فلانة جميلة مثلا فلانة جميلة أو فلانة زي العروسة مثلا فليس معنا ذلك لو فلانة عروسة أو حتى العروسة نفسها لما هي بتتجوز طول ما هي في إعداد الزواج عروسة 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 لكن مش بعد ما تتجوز بسنة اندهولها يا عروسة لا ما فيش كده فالمعنى أن هذا وصف على حال معين في أمر ما معين فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الصورة بهذا الوصف لما فيها من جمال لما فيها من كمال الصورة فيها من الجماليات الكثير والكثير صورة الرحمن فيها من الجماليات الكثير فالعروسة معروفة لدى الناس أنها يعني تجمل وتهيأ وكذا وكذا والكلام ده كله وأن العروسة هي أجمل ما في الحضور بالنسبة لزوجها وأن كذا فكذلك صورة الرحمن هي أجمل ما يسمعه الإنسان كل إنسان لوحده لأنها تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى طيب بداية الصورة أيوة حضرك قلت كل صورة في القرآن الكريم بدايتها تعبر عن ما بعدها عن كل جزء فبداية الرحمن علم القرآن ده يعبر عنه يعبر الرحمن بيتكلم عن اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى وتعالى وهو بتتكلم عن صفة الرحمة والرحمن غير الرحيم أيوة فالرحيم هو الذي يرحم العباد في دنياهم والرحمن الذي يرحم الناس في أخراهم فكل الصورة هتكلم عن الآخرة كل من عليها فان طيب ماشي ساعة لما يحصل الناس تموت إيه اللي بيعصل عند الموت نفسه إيه اللي بيعصل رحمة الله تتجلى على العبد لأنه لا يملك أحد في عند موت غيره أن يملك له رحمة إلا الرحمن سبحانه وتعالى إزاي؟ واحد بيموت الدكاترة كلها بتعطي تلف حواليه ويعملوله مش عارف إيه ويضغطوا على قلبه على صدره وحطوا له أكسوجين كل الكلام ده كله لكن كل ما يفعلونه وهذا ليس برحمة ليه؟ لأنه هم في الأصل مش عارفين هو بيشتكي من إيه يعني هو لو يتكلم اللي بيموت ده في غيبوبة الموت لو جي يتكلم ممكن يكون شكوى أن الرجل ما تنيه عايز حد يفرده له وهم شغالين في صدره مهتمين بالتنفس أنت بتخيل الموقف عايزين يرجع للحياة وهو خلاص يقول كده فالذي يسمعه ويعلم ما في داخله ويخفف عنه ما هو فيه الرحمن سبحانه وتعالى هذه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دول جلال والإكرام لما يقول في الأولى الرحمن ويقول يبقى وجه ربك في الأخرة يعني معناها أن الرحمة متصلة متصفة يعني فيها نوع من أنواع الإصلاح